السؤال يا إخوان هل ينسب ابن الزنا إلى أبيه إن ثبتت بنوته بالحامض النووي الجواب لا ينسب إلا إذا استلحقه والده وبشروط معينة وتفاصيل ذكرناها في لقاء سابق يعني لا يكون عليه نزاع ويقبل الأب ببنوته يعني يستلحقه والله سبحانه وتعالى أعلم أفضل يا شيخ عدم أقل than a child from an unlawful relationship can he be attributed to his father by doing certain lab tests things like this and the sheikh said could not be unless his father will attribute him to himself without being any confusion over the child from other person and Allah subhanahu wa ta'ala knows this so it doesn't matter what kind of examination, what kind of a test this is not sufficient unless that the father of this child he will do it willingly and say that this is my son and there is no anybody else saying that this is his son and Allah subhanahu wa ta'ala من الصحابة ومن السلف الصالح وقلنا إن هذا بشروط معتبرة أما إذا لم يستلحقه الأب ولم يعرف أبوه أساسا فإنه ينسب إلى أمه والله سبحانه وتعالى أعلم الأخوة الذين دخلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم نعم بارك الله فيك يلحق به ولا يري تفضل يا شيخ عدلي جزاك الله خيرا يا شيخ عدلي يا إخوان المسألة خلافية ومعروفة ومشهورة وكون بعض أهل العلم يرجح قولا من القولين فهذا لا حرج فيه بارك الله فيكم هذا راجع لاجتهاد أهل العلم وبالنسبة للأدلة الأدلة بارك الله فيكم يعني في جانب الذين يرون استلحاق العبن الزنا أصرح من الأدلة بنسبته لأمه فأين أين يوجد الدليل على نسبته لأمه يعني هو ينسب إلى أمه لأننا لم نعرف أباه فكيف ننسب الطفل لكن إذا عرف الأب وصل حقه فالله عز وجل يقول أدعوهم إلى آبائهم فأن أدل على قبول الاستلحاق أقوى وقد فعلها معاوية رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل كاتب للوحي عالم كما ثبت في صحيح البخاري فما هو الإشكال بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أصدل يا شيخ عدلي كما يقول هو هذا يوجد which is debatable among the scholars and some of others they see that he would carry the name of the mother and some they see that if the father claim him that he will be after his father will be attributed to his father so if somebody told this opinion we could not understand debating with him neither we can debate the other opinions but what is more authentic to me is that if the father willingly accepted this responsibility that he will be named after him and not to be attributed to the mother and Allah not be. And we have examples that one of the Sahaba which Muawiyah, may Allah be pleased with him is one of the great scholars of Islam and he is one of the memorizers of the Quran and he did the same thing so there is no so what I see that the evidence by a father attributing the son to him is more authentic or more stronger than the other side and Allah not be. جزاكم الله خيرا الاستلحاق بارك الله فيكم الاخ متزامن متزامن نعم سواء كان بعقد شرعي بعد العلاقة المحرمة ام لا المهم ان الرجل اعترف بان هذا ابنا له وانه يعني خرج من صلبه لكن بشروط بشروط منها مثلا ان لا يكون هناك نزاع عليه وانه غير مولود على فراش رجل وهذا الرجل يعني يلحق به لا يمانع في استلحاق هذا الشخص او في لحوق هذا الشخص بنسبه لانه يعتبره ولدا له ما الذي يثبت ان هذا ابنا لهذا الذي يستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فهذا هو المهم ترجمة نانسي قنقر